مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو رح نشوف طاقتكم بشكل عام هون هون لمحة عاطفية التحذير ومسج من الحبيب فخلينا نشوف طاقتكم هذا الشهر كيف عاملة ان شاء الله تكون ايجابية لا الدلو إليهم فترة يعني عم تتحسن شوي 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 أمورهم ان شاء الله على خير هذا الشهر ان شاء الله يكون كمان منيح عم بجوف بطاقة اللي هي انتصار على شخص ممكن يكون هذا الشخص من برج مائي أو من برج ناري مائي أكتر عم تاخد حقك منه هذا الكرت عم بفرجيني كارما أكتر كارما رح ترجع رح تلف اللفة وتاخد حقك في هذا الشهر من بعد يعني ظلم أكلته من هذا الشخص خلينا نقول خلينا نشوف بشكل عام بشكركم طبعا بشكر جميع الأبراج على الدعم للقناة شكرا كتير للكم زواج وحب ومشاعر من أولها والله وعمل لكن عم تبعد شوي عن العادات والتقاليد عم بتعيش يمكن مغامرات جديدة عم بتعيش عيشة غير اللي انت متعود عليها عم بتحاول تعيش شي جديد هاي الفترة عم بتحاول تغير كل الأجواء اللي حواليك عم بتحاول تغير حتى الناس والله عندك زواج يعني أول كرت وآخر كل كرت حب الحقيقي أو صول ميد ممكن تكونه عم تلتقي فيه أو عم تلتقي لا هذا الشخص إلك فترة معه مش جديد هذا الشخص رح تنتهي الشهر بفرحة كبيرة ما بقول زواج ولكن ممكن تكون تحضيرات لزواج أو ممكن تكون وعود صادقة خلينا نقول خاصة إذا الشخص كان هوائي أو ناري أو حتى مائي الطقات عم بتبين عنا برج التور السرطان الجوزاء أنا بشوفه هذا كمان تدلو أنت يعني ممكن صادف أشخاص من نفس البرج شايفيت لك حب ومشاعر كبيرة أول الفترة ممكن يعني بين فترة وفترة تتذكر حب قديم أو تتذكر شغلة قديمة ممكن من بعد فراق صار هذا اللقاء شايف نهاية مع شخص من برج مائي نهاية يعني اللي هي ما يعني نهاية لابد منها في من بعدها بداية زي ما قلنا بداية حلوة جدا شايفي كمان في ممكن تكون عندك فرصة عمل ولكن فرصة عمل هي في مؤسسة في شركة في يعني مش إنه شراكة أو عمل حر أو كذا عم بشوفك لا عم تشتغل في كادر معين فرصة عمل في كادر معين وإذا كنت أساسا عم تشتغل ففي عندك أمنية في العمل ممكن تتحقق ممكن ترقيه أنت عم تستناها شايفيتها ممكن كمان شخص يكون من برج هوائي أو ناري يكون هذا الشخص عم يوهمك في أمور في الشغل عم يستغلك يمكن يمكن مش بس في العمل يمكن على أصعاد أخرى هذا الشخص عم يوهمك في مواضيع في أمور نكون حزيرين من مواضيع النصب خاصة من هاي الطاقات أنا ما بقول إنه هاي الأبراج أو هاي الطاقات سيئة ولكن طبعا مش كل أشخاص البرج نفسه بيكونوا نفس الأخلاق أو نفس فبس نكون حزيرين هاي الفترة من هذا الموضوع عم بهيئلنا شغلات عم نتعرض لنصب من ناحية عاطفية إذا كان في شخص جديد عم يدخل حياتنا إذا كان هوائي أو ناري ممكن شوي ناخد بس حزرنا ما بقول لك إنه شخص سيء ولكن ناخد حزرنا بس إنه نكون حذرين وما نتوه بسرعة بالمشاعر وما نفوت بسرعة بالمشاعر نتأكد من الشخص قبل ما يعني ندخل أكتر في الموضوع شايف في عندك سفر ولكن مؤجل هذا الشهر يعني ما رح يكون هذا الشهر في سفر في وعود وأوراق عم بتوقع عليها كرمال السفر ولكن السفر فعليا ما رح يكون في هذا الشهر ممكن هذا أهم شيء كمان شوي على الصحة النفسية بالناحية التفكير عم بشوفك بتفكر البعض منكم عم بيزيد ويعيد في نفس الموضوع عم بي آآ البعض منكم عم بيكون آآ شوي عنده أرق آآ نوم آآ متقطع نفكر بصحتنا شوي أكتر من اللي حوالينا لأنه صحتنا أهم شيء ناحية عاطفية عم بشوفك أول الشهر عم تتذكر عم بتكون وحيد شوي آآ في فرص عندك كتير أو العيون عليك وما عم تعطي فرص لحده عم بتكون منزوي نوعا ما آآ ولكن سرعان ما تتغير هاي الطاقة هاي الطاقة رح تكون بس مجرد أيام قليلة ولكن رح تتغير آآ بسرعة هاي الطاقة نتيجة أخبار رح توصلك من الشريك أخبار مباشرة يعني الشريك نفسه رح يحكي معك مش إنه آآ أخبار رح توصلك عن الشريك آآ رح تاخد حقك آآ من شخص يمكن من علاقة ثلاثية آآ كانت موجودة رح يوصلك حقك في عندنا جستس في هذا الشهر فعم بتكون آآ سعيد في هاي في هذا الموضوع أو في هذا الانتصار آآ عم بشوف فيه فارس أحلام بالنسبة للعزاب أو للناس اللي اللي خلص بدهم يرموا القديم وبدهم جديد فيه نجال كتير كبير إنه يكون فيه جديد عفوا في هاي الفترة خاصة من الأبراج القوس الأسد الأبراج النارية يمكن تكون فيه فرصة آآ حلوة كتير أو شخص معجب ممكن إنه آآ يبادر آآ في هاي الفترة بالنسبة للمتزوجين عم بشوف آآ الأولاد شوي عم بيسببوا لهم شوية آآ يعني إرهاق شوية آآ آآ تعب ولكن مش كل الأولاد يعني نبين عندي الأولاد آآ نوعين عندكم إياهم نوع آآ كتير هادي وآآ وراي وكذا ونوع شايفة عم شوي تواجهوا آآ يعني مشكلة في هذا الموضوع آآ الأمهات أو الآباء آآ آآ شايفة فيه ممكن يكون حتى حمل يكون حمل في في ولد مش في بنت على الأكتر خاصة إذا كان الشريك ناري أو مائي آآ آآ عم بشوفك آآ زي ما قلت لك منتصر على علاقة ثلاثية أو منتصر على الشريك نفسه لأن الشريك نفسه رح يجي لك وانت رح ترفضه أول مرة وبعدين رح شوي تتناقش معه ولكن أنا بشوف إلك آآ بداية جديدة أكتر ما هي رجوع للأديم في عندك بدايات جديدة حلوة مع أشخاص جداد. انت عم تختار هذا الشي هذا الشي ما عم يصير رصبا عنك. عم بشوفك انت آآ اللي عم تختار انت اللي عم تكون متحكم في الموضوع. نشوف مسج من الحبيب. ما قدري اقولها اوه. هو بعيد مسلا. وكأنه عم بيقولك انه هو آسف عم يعتذر عم آآ بيحاول يعمل تغييرات في شخصيته تغييرات جذرية لحتى آآ يوصل عندك. هذا من العقل الباطن تبعه ومش من فعم بيعمل هيلينج عم بيعمل شي ولكن عم بيحاول يعمل تغييرات حتى يعني حتى مش بس آآ اللي هم آآ تغييرات آآ معنوية او كزا لا يعني تغييرات في شكل العام. آآ في شخصيته عم بيحاول يتغير لحتى يوصل لليفل تبعك لحتى يوصل لك لحتى يقدر انه يتواصل معك. يمكن عم يثبت امور ولكن هو اعتذار. انا شايفيته اعتذار اكتر ما هو مسج. شوفوا ايضا في تحذير آآ هذا الشهر لبرج. ادلو. زل كت طلع مقلوب. آآ في امر قديم يعني انت عم تستنى كتير الى كفترة طويلة على الفكرة هذا الكرت مش مش تحسير هذا بشارة. آآ عم تستنى الى كفترة عم بتكون في كانت آآ عواصف في مشاكل حوالين هذا الموضوع آآ ما قادر توصل له في عوائق كتير. انا شايفيته بيت. بيت ممكن يكون بيت زوجية. ولكن آآ في في حواليه كتير مشاكل في آآ امور فا كأنه عم بيوصل لك مسج انه آآ بس تكون حذر مع الشخص اللي حتبني معاه هذا البيت. ولكن انا شايفيتها انها بشارة يعني بيت عم تبني بيت آآ مع حدا عم بتكون بيت مع حدا آآ آآ عم بيكون في زواج يعني. اكتر هذا هذا الكرت بشوفه. خلينا نشوف اركب. لبرج الدلوب. تحذير برضه كمان مرة انه آآ بيقول لك معتدخل معتدخل شكرا.